السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبدأ معكم اليوم مع قصة جديدة بعنوان القبر الملعون كل منا يعلم أن أكثر الأشياء التي نخافها ونخشاها هي القبور ولا سيما عندما يحل الظلام حيث تجدها قابعة ساكنة في هدوء مريب من يدخلها يشعر وكأن روحه باتت معلقة ويتأثر بكل ما يحدث بداخلها حتى وإن كانت نسمة خفيفة من الهواء إن القبور قادرة على الدوام على إطارة الرعب داخل النفوس والفزأ الأكبر ولا أحد منا يمكنه أن ينكر أنها تتير التوتر والأكثر قلقا من كل ذلك أنها تزيد من فضول الشخص بدرجة من الممكن أن تكون سببا في أذى كبير يلحق به يحكي صديقنا ويقول حدثت معي بالفعل منذ فترة زمنية بعيدة تتجاوز الخمس عشرة عاما يومها رحل عنا واذدي رحمه الله وتغمده برحمته ذهبنا للمقابر والتي كانت بعيدة للغاية وكانت بمكان منعزل بالجبال كنت ممن ذهب للمقابر للدفن وتوديع والدي وبعد الانتهاء من الدفن وكل شيء عاد عاد الجميع إلا باستثنائي وبعد الانتهاء من الدفن عاد الجميع باستثنائي على الرغم من محاولاتهم الجادة في عودتي برفقتهم إلا أنني أبيت أن أذهب معهم مكت بجانب والدي أقرأ بجواره القرآن الكريم أبي كان أحب الأشخاص إلى قلبي فطوال حياتي كان يغمرني بالحب لقد كان بمتابة الصديق الصدوق والأب الحكيم الحنون في نفس الوقت لم أتحمل صدمة رحيله ولم أتحمل فكرة بقائه وحيدا بعيدا عني تحت الطراب كنت حينها لازلت صغيرا في السن وأول حالة وفاة تمر علي بحياتي أتذكر أن عقلي حينها وكأن خطبا ما أصابه لم يستوعب ما حدث أما عن عيني فالدموع لم تجف بها ولا لحظة واحدة أتذكر يومها أن حالتي كانت يرتالها كل من بعائلتي حاول إقناعي بالعودة معهم ومنهم من حاول أن يؤنسني ويظل معي ولكني رفض وكانت كلماتهم المتكررة بأنه ليس من الحكمة البقاء وحيدا بالمقابر ولا سيما ليلا والظلام الحالك من حولك كانت تعبيرات وجوههم تزداد رعبا حينما يذكرون بأن المقابر مكان وموضع يهابه الجميع ويتعجبون ويستنكرون من موقفي برغبتي بالبقاء وحيدا بها ومع إصراري على عودتهم بقيت بمفردي بجوار قبر والدي رحمه الله أقرأ ما حفظت من القرآن الكريم وكان كل الفضل في ذلك يرجع إليه فقد كان على الدوام يحطني ويشجعني على حفظ القرآن الكريم وفجأة بينما كنت أقرأ والدموع تسيل من عيني من شدة ألم الفراق سمعت صوتا يسطر من داخل القبر اقتربت ولازلت أقترب حتى جعلت أدني على القبر نفسه أيعقل أن يكون هذا صوت أبي سرخت مناديا على حارث المقبرة والذي لم يقصر معي فآتاني مهرولا سألته برعب ملموس بنبرة صوته عما إذا كان يسمع صوتا مثل ما أسمع فأجابني وقد ظهر عليه القلاقة بأنه لا يسمع شيئا ولم يتركني وحيدا وأخذني وأوصلني حتى المنزل كنت متأقنا بأنني سمعت صوتا من قبر والدي صوتا كان أشبه بصوت الصراخ وكأن شخصا يستغيث عندما عدت ذهبت لعمي وسألته هل فعلا مات أبي وهل تأكدتم بأنه مات فعليا فلربما دخل في غيبوبة وأنزلناه قبرا معتما ماذا لو دفناه حيا يا أمي اندهش أمي من حديتي وأخبرني بأن والدي تعرض لحادث وعلى الرغم من إنعاشه ودخوله لأكثر من عملية جراحية إلا أنه لم يستعد وعيا ومكت قرابة الشهر الكامل فاقدا لوعيه ويوم رحيله عن الحياة توقف قلبه ومخه وجميع وضائف جسده عن العمل فكيف يعقل أن ندفنه حيا شيء ما بداخلي يخبرني بأن أبي لا زال على قيد الحياة وأن هذه الصراخات صراخات استغاثة منه لذا باليوم التالي ذهبت للمغبرة ومكت هنا أقرأ القرآن وأدعو له الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفر له حتى حل الضلام ولم أنتبه لذلك انتبهت حينما سمعت نفس الصراخات فاختربت من مصدر الصوت ولازلت أقترب حتى فوجئت بأن الصوت مصدره المغبرة التي بجواري قبر والدي حاولت أن أقرأ المكتوب على القبر ولمن؟ ففوجئت بإسم محذوف بطريقة أجيبة هرعت لحارس المغبرة وأعطيته وصف المغبرة وطريقة حد في الإسم المكتوب عليها سألته لمن تعود ومتى دفن صاحبها اعترفت له عن مدى صعوبة الأصوات التي سمعتها على يومين متتاليين وكانت إجابة حارس المقابر كالصاعقة التي حلت بقلبي لقد أخبرني قائلا يا بني ألم أحذرك من البقاء وحيدا بالمقابر ولا سيما عند حلول طلام يا بني لا تتدخل في عالمهم فعالمهم ليس كعالمنا وعلى الرغم من كل ذلك إلا إني سأخبرك وسأبرد نيران قلبك هذه المقبرة تعود لسيدة أجوز قد كانت في محيها ساحرة مشعودة لا تجيد شيئا بحياتها إلا الأذى والضرر والتعامل مع خدام الجن والأشرار ومنذ أن دفنت ومنذ أن دفنت يا بني وعلى الدوام لا أسمع الأصوات صرخات مخيفة للغاية ولكني لم أتدخل نهائيا وإسمها حدفه بهذه الطريقة التي رأيتها إمرء ممن آدتهم بحياتها لم أعد إليها من حينها رحلت عن المقابر ولم أعد إليها من حينها والأغرب من ذلك أن أصوات الأجوز لا تزال تلاحقني بين الحين والآخر حتى يومنا هذا انتهت قصتنا اليوم أتمنى أن تجبكم دعا أردتم أن يصلكم الجديد المرجو المشاركة ووضع زر لايك ليصلكم الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر